الواضح تماما بأن العراق يعاني ما يعانيه من هذه التحديات إذا نجح الاتفاق النووي أو فشل ضربت قاعدة كرمنشاه مباشرة ضرب العراق بالصواريخ الباليستية هذه الضربات التي نتحدث عنها على الحدود السورية العراقية وغيرها والآن العراق الواضح بأنه بدأ بعملية عسكرية في سنجار كما تحدثنا في هذه المقدمة لمواجهة الميليشيات الخاصة بالبككة من أجل تحريرها من أجل الخلاص نوعا ما من عذر تركيا في التدخل في الداخل العراقي والعمليات العسكرية التي تقوم بها هل تعتقد أن العراق قادر بوضعه السياسي بتقديرك الخاص من الخلاص من هذه التدخلات بهذه العمليات البسيطة في هذه المناطق لتقليم أظافر هذا التدخل المستمر هل تعتقد أن العراق قادر على ذلك لفترة طويلة من الزمن البككة كانت موجودة في شمال العراق وتخلص من وجودهم في هذا الجزء من البلاد ليس شيئا يمكن تنفيذه بالضرورة بسهولة أعتقد بأن الحكومة المركزية العراقية في بغداد يمكنها أن تبذل المزيد للتعامل مع وجود البككة ولكن مجددا قد لا يكون ذلك شيء سهل التحقيق أو سريع التحقيق الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العراق كثيرا على المستوى المعنوي على المستوى السياسي ولكن البعض يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل للمسؤوليات الكافية لما جرى كما تعلم منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 تغيرت الأمور الكثير من التدخلات تمت في الداخل العراقي هل تعتقد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تنتهي مسألة روسيا وأوكرانيا وما يجري في المفاوضات النووية من الأفضل لها أن تدخل إلى مسألة العراق وأن تجد حلولا خاصة وأن العراق قلبا لمسألة الحرس الثوري والفصائل المسلحة والضربات في الخليج العربي هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي عليه الانتباه بشكل أكبر إلى العراق أم أن ما يقوم به هو كافي بتقديرك كما ذكرت وأنت محق ليس فقط في إدارة بايدن بل جميع المسؤولين في واشنطن جميع عيونهم حاليا وجهة نحو أوكرانيا ليسوا يركزون على العراق وأيضا يؤسفني أن أقول أنا يؤسفني جدا أن أقول ما يلي ولكنني لا أعتقد بأن السلام سيحل في أوكرانيا قريبا لدرجة بأن الوضع في أوكرانيا أعتقد سوف يستمر بجذب اهتمام واشنطن لفترة طويلة من الزمن على الأرجح وهذا يعني على الأرجح بأن العراق لن تكون في انتباههم في نفس الوقت إذ انتهت الحرب في أوكرانيا غدا فلا أعتقد بأن المسؤولين في إدارة بايدن لديهم الرغبة أو بين أوساط أي أحد في واشنطن أن تعود الولايات المتحدة لتدخلي في العراق بأي شكل من الأشكال إلا إن كان هناك تهديد دقيق وواضح نحو المصالح الوطنية الأمريكية قادم من العراق أعتقد بأن إدارة بايدن على الأرجح تود أن تقود من وراء الكواليس إن صح التعبير وأن تدفع بعض الحلفاء الأمريكيين من المنطقة أن يلعبوا دورا قياديا أكثر في التعامل مع المشاكل داخل العراق ترجمة نانسي قنقر